السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أماميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحبتي في الله ياريت تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية التبول في المنام على ما يدل ده الله هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية التبول في المنام أول حاجة لو عندنا مثلا للرجل لو الرجل شاف في منامه أنه هو بيعمل عملية التبول يبقى بتدل على إيه في المنام هنا بتدل عليه لو شاف نفسه أنه هو بيتبول بيتدل على أنه هو هيتخلص من الهموم ومن المشاكل لو كان عنده بعض من الديون لو كان عنده مشاكل بينه بين زوجته أو بينه بين أولاده هيتخلص من هذه المشاكل بأمر الله تعالى وكمان بتدل على لو هو عنده قلة في الرزق بتدل على إن شاء الله بإذن الله الرزق عن قريب بأمر الله تعالى وتوفير المال عن قريب بأمر الله تعالى طيب طب لو شاف الرجل في منامه أنه هو بيتبول بس كانت التبول على الملابس هنا بيدل على إيه؟ هنا بيدل على أن الرجل ده بينفق أمواله على أولاده يعني هو لو شاف الرؤية هنا أنه هو بيتبول على ملابسه يبقى هنا الرؤية ما يخافش منها لأنه بتدل بتفسيرها بتدل على أنه هو بيصرف أمواله وفلوسه على أولاده طب رؤية الرجل لو شاف أنه هو بيتبول دم هنا الرؤية غير محمودة وما بحاولش أنه أنا فصرها بالذات للرجل لأنه بتبقى رؤية غير صالحة للرجل طيب بالنسبة للمرأة لو شافت المرأة في منامها أنه هي بتتبول بس على التراب يعني شايفة نفسها أنه هي بتتبول على التراب مش مثلا في الحميم لو شافت نفسها أنه هي بتتبول على التراب هنا بيدل على الرزق وبيدل على الخير بيدل على البركة اللي جاي لها في الفترة القادمة كمان بيدل على صلاح حال أولادها لو كان عندها أولاد والأولاد دول كان مثلا مش نجحين في دراستهم أو في عملهم إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة لها هيكون عندها تحسن في الحالة الأسرية كلها من ناحية المادية من ناحية الأولاد من ناحية الزوج يعني هيبقى عندها صلاح حال في أحوالها الشخصية كلها بأمر الله تعالى طب لو شافت في منامها إن هي بتتبول بس في الحمام هنا بيدل على رؤية التبول في الحمام شبيهة جدا لرؤية التبول على الأرض لو شافت نفسها إن هي بتتبول على الأرض الكلام اللي إحنا قلنا المرة قبل كده أو إن هي بتتبول في الحمام برضك بيدل على إن إن شاء الله بإذن الله تخلص من المشاكل لو كان عندها أحزان إن بأمر الله تعالى لو كان عندها ضيق في الرزق بأمر الله تعالى ربنا هيصرف عنها هذا الضيق وهيأتي لها بالفرج وبالبركة وبالخير وبالرزق وسماع الأخبار السعيدة لها والأولادة والزوجها بأمر الله تعالى يعني هنا رؤية التبول للمرأة المتزوجة إن كانت بتتبول في الحمام أو على الطراب ده من الدلال اللي بتبشر لها بالخير وبالسعادة بأي حاجة بالتفسير اللي هو موجود عندها لو كانت بتعاني من مشاكل في الفترة دي يبقى هتتخلص من المشاكل لو كان عندها في الفترة دي ضيق في الرزق يبقى إن شاء الله بإذن الله هيعم عليها البركة والخير والسعادة واليسر لها لو كانت بتعاني من فشل أحد أولادها في الدراسة ده دليل على إن شاء الله بإذن الله هيبقى متفوق وهينجح في الدراسة لو كان عندها حد من أولادها ما كانش بيعمل دليل على إن هي إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا هيصر الأمر في عمل بأمر الله تعالى لو كانت بتعاني من كل هذه المشاكل ده دليل على تسير الأمور والحالة الأسرية لها بأمر الله وكمان تسير الحالة الاقتصادية لها بأمر الله تعالى إذا كانت المرأة شافت في منامها إن هي بتتبول بس التبول هنا كان دم ده بيدل على إيه؟ طبعا رؤية التبول إن هو في إن كان دم ده رؤية غير محمودة لها يعني بتدل على ممكن إن هيوجد صعبات لها أو يعني أنا قلت في أول الفيديو اللي الرجل المتزوج بيبقى غير رؤية غير محمودة لأن الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة بيدل على إن هم هيمر بنفس الظروف ممكن يدل على إن هي حياتها الأسرية هيبقى يوجد لها مشاكل وهتوجد لها صعبات ممكن تعاني من بعض الأمراض ممكن تعاني من إن هي هتواجه بعض المشاكل لها أو لأولادها في الدراسة يعني الرؤية هنا بتبقى غير محمودة ولو شافت رؤية التبول دم لو رأت إن هي بتتبول دم عليها بتواخل حذر من هذه الرؤية طب لو البنت العزباء شافت في منامها إن هي بتتبول في المنام ده دليل على إيه؟ ده دليل على تأسير أمورها وإن هي تتزوج الرجل ميسوري الحال وإن كمان أول ما تتزوج الرجل دو أول إنجاب لها هيبقى إنجاب من ذكر بأمر الله تعالى وكمان بيدل على سماع الأخبار السعيدة لها والأسراتها بأمر الله تعالى لو المرأة الحامل شافت في منامها إن هي بتتبول برضك ده دليل على تأسير الأمور لها في الولادة وبيدل على بشارة سعيدة لها بإن المولود سوف يكون ذكر بأمر الله تعالى دي كانت رؤية التبول للجميع هنا في المنام علامة يدل ده اللي احنا عرفنا النهاردة إنه هو بيتأسير الأمور حل المشاكل حتى بيدل للشاب الأعزب كمان على تأسير الأمور ليه في العمل أو في الزواج ممكن يتزوج من إمرأة مرسورة الحال أو إنه هو لو ما كانش يوجد ليه عمل إنه إن شاء الله بإذن الله هيلقي عمل مناسب ليه بأمر الله تعالى ده كان تفسير رؤية التبول في المنام للجميع واشكركم على الحسن استماعكم ويريد تدعموني بلايك وشير للفيديو وأرجوكم المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته